اشتركوا في القناة وقلنا الضوابط العلمية بالاضافة الى الضوابط اللغوية والشرعية حتى نصل الى دلالة تلك الايات بشكل اوضح وكنا في ذلك قد وصلنا الى صورة الطارق وصورة مليئة بالاشارات الكونية ووصلنا فيها الى قول ربنا تبارك وتعالى والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع وقلنا ان الاقدمين قد فصلوا الرجع بماء المطر ولكننا نرى في لفظة الرجع الان عشرات الانواع من الرجع المفيد الذي يعود الى الارض والرجع الضار الذي يدفعه ربنا تبارك وتعالى الى خارج الارض وقلنا ان حتى العلماء الغربيين الذين لم يقرأوا هذه الاية الكريمة يسمون ذلك النطاق من سطح البحر الى ارتفاع حوالي خمسين كيلو متر يسمونه باسم نطاق الرجع تروبوسفير وتروبوس باللتين يعني الرجع وكأن الله تعالى قد انطقهم ذلك لما وجدوا فيه من صفات الرجع ولذلك يكون وصف السماء بانها ذات رجع من اوضح دلالات الاعجازة العلمي في القرآن الكريم والارض ذات الصدع قلنا ان الاخدمين قالوا فيها وانصدعوه عن النبات وهو صحيح ولكن بعد الحرب العالمية الثانية تجه العلماء الى قعان البحار والمحيطات بحثا عن بعض الثروات المعدنية التي بدأت اهتياطياتها في التناقص على اليابسة في ظل الحضارة المادية المسرفة التي داعشها ففوجئوا بان كل محيطات الارض فوجئوا بان جميع محيطات الارض وعداد من بحارها قائمة على خسوف ارضية عميقة تتراوح عماقها بين 65 كم و 150 كم وان هذه الخسوف لها امتداد على اليابسة وان هذه الصدوع متصلة ببعضها البعض كأنها صدع واحد ويعترف علماء الارض الان بان هذه الشبكة من الصدوع المتصلة التي كأنها صدع واحد والتي تمتد لعشرات الالاف من الكيلو مترات بعماق تتراوح بين 65 كم و 150 كم هذه الشبكة من ضرورات جعل الارض كوكبا صالحا للعمراء وذلك لان الارض بها عناصر مشاععة بكميات كبيرة وهذه العناصر المشاععة تتحلل بطريقة تلقائية ومعدلات ثابتة وينتج عن هذا التحلل كميات هائلة من الحرارة لو لم تجد هذه الحرارة متنفسا سهلا تخرج منه الى سطح الارض لفجرت الارض كخنبلة نووية كبيرة منذ اللحظة الاولى لثيبس خشرتها ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذا الوصف المعجز والارض ذات الصدع وكل علماء الارض اليوم مسلمين وغير مسلمين يعلمون ان من لوازم جعل الارض كوكبا صالحا للعمران تلك الشبكة من الصدوع التي تتحرك في جميع الاتجاهات محيطة بالكرة الارضية احاطة كاملة وان هذه الشبكة متصلة صالا كاملا ببعضها البعض فكأنها صدع واحد ويقولون هذا الصدع هو صمام امان للارض ككوكب وللحياة عليها بالكامل لذلك نعتبر هذا الوصف القرآني والارض ذات الصدع من ابلغ دلالات الاجاز العلمي في القرآن الكريم لان هذه الصدوع لم تكتشف الا في اواخر الستينيات اوائل السبعينيات من القرن العشرين والارض ذات الصدع نرى على حواف هذه الصدوع طفوح بركانية بملايين الاطنان هذه الطفوح لو لم تجد ذلك المتنفس السهل الذي تخرج منه دون ان تدمر الارض لا دمرت الارض بالكامل ولذلك نقول ان هاتين الاشارتين الكريمتين والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع من ابلغ دلالات الاجاز العلمي في القرآن الكريم ومن الايات التي تشهد لهذا الكتاب العزيز بانه لا يمكن ان يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق الذي انزله بعلمه على خاتم انبيائه ورسله وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية وحفظه حفظا كاملا على مدى الاربعة عشر قرنا الماضية وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم حجة الله البالغة على الخلق اجمعين الى يوم الدين ويبقى شاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم شاهدا له بالنبوة وبالرسالة وننتقل بعد ذلك الى صورة الاعلى التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبع اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى وقلنا ان الخلق الايجاد من العدم وهي خاصية لا يتصف بها احد غير الله سبحانه وتعالى لا يقدر على الايجاد من العدم الا ربنا تبارك وتعالى والخلق لها معنى اخر تغيير الشيء من حالة الى حالة وهذا الوصف قد يقدر عليه بعض الناس ولكنه ايضا من صنع الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى يعني خلق كل شيء في هذا الوجود وعطاه هيئته المناسبة لدوره في هذه الحياة الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى يعني قدر كل شيء من امور هذا الوجود وهدى خلقه غير المكلفين للقيام بدورهم او بدور كل منهم في هذه الحياة وهدى خلقه المكلفين بارسال الرسل وانزال الرسالات وبعث الانبياء والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فاجعله غثاء احوى والمرعى ما تأكله الحيوانات من البرسيم والحشيش والعشب بمختلف اشكاله فاجعله غثاء احوى والغثاء هو يعني كغثاء السيد الشيء القديم الممزق المهترئ غثاء الجاف احوى يعني اسود اللون لان اغلب هذه النباتات حينما تيبس وتتعفن تتحول الى شيء من السواد والآية تشير الى دورة الحياة والموت يعني الذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى اخرج المرعى معجزة الهية لان الله تعالى اودع الحبوب في الارض في الطربة والحبوب التي انبتت كل انواع النباتات لم يجدها احد من المخلوقين اودعها ربنا تبارك تعالى في طراب الارض وانزل ماء المطر فانبتت ولذلك بمجرد ان ينزل ماء المطر تخضر الارض الارض مليئة بحبوب هذه النباتات والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى يعني كما ان هذا المرعى الاخضر المنتائش الحي الجميل يتحول في النهاية الى غثاء احوى الى فتات من فتات القش الذي يسود لونه والذي تحمله السيول على وجهها كغثاء السيل بيعبر عن دورة الحياة والموت والتي جعلها ربنا تبارك تعالى حكما قاطعا لكل الموجدين في هذه الحياة الدنيا ثم تتجه الايات بالخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ولذلك اقول ان دورة الحياة والموت من اعظم العظات التي يجب ان يعتبر بها كل عاقل وننتقل بعد ذلك الى صورة الغاشية ونقرأ فيها قول ربنا تبارك وتعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والجمل يعني يسمونه سفينة الصحراء وقد خلقه ربنا تبارك وتعالى بمواصفات تتلاءم مع هذه البيئة ملاءمة كاملة ولو اردنا ان نشرح المؤامة بين الجمل وبيئته قد نحتاج لوصف طويل ولكن بعجالة نرى ان الجمل اعطاه ربنا تبارك وتعالى سيقان طويلة ورقبة طويلة حتى يستطيع ان يتناول بها الطعام سوى ان كان في الارض او في اعلى الشجع جعل له شفتين شفة العليا بشقوقة حتى يستطيع ان يتناول العشاب الشوكية البنتشرة في الصحراء دون ان تؤذيه جعل له حواجب خاصة تحمي عينيه من العواصف الرملية جعل له سلاما يختزن فيه مواد غذائية تعينه على الاستغداء عن الطعام لفترات طويلة جعله يستطيع ان يحول هذه الدهون بعملية كيميائية الى ماء ومادة غذائية حتى يستطيع ان يستغني عن الماء ايضا لفترات طويلة و الى لقاء خادم ان شاء الله نستكمل مواءمة الجمل للبيئة التي خلق فيها وهذا مما يشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة و ببديء الصنع و باحكام الخلق و الى ذلك الحين استطيعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة